موسيقى تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم في حلقة جديدة من برامج بين الدجلة والفرات حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث بها عن متحف الحسون هذا المتحف الذي يمثل واجهة حضارية مهمة لمحافظة البصرة كذلك تفاصيل مهمة عن نشناشين البصراوية كل هذه التفاصيل أحبتي وأكثر من خلال حلقتنا لهذا اليوم تابعونا موسيقى رحب بيكم مشاهدين الكرام ورحب الأستاذ والشيخ صادق الحسون مؤسس متحف الحسون هلا وسهلا بيك شيخ صادق حياكم الله يام يسهد هذا الزيارة المباركة وهذا يوم الجمعة المباركة إن شاء الله بداية نتحدث كيف تدأت بتأسيس هذا المتحف كيف كان هذا المتحف وأنت أخذت على عادقك عفوني عادة ترميمة بالنسبة للمتحف هذا يعني أنا فتحته تقريب الفكرة إجت بالألفين واثمعاش كانت فكرة من أول من الطفولة يعني بأن أسوي المتحف كانت أمنيتي هاي فيعني سعيت لهذا الشي وصار عندي أنتيكات وجمعت أنتيكات وتحاف قديمة من أهالي البصر القدامة عن تقريب من الثمانينات أنا أجمع نعم بعدين فكرت بأن هذه المقتنيات وهذا التحفي الجميلة ما اعتكرتها على بس نفسي إلي فحبيت الناس تطلع على الحضارة أنت من الثمانينات بلشت تجمع هذه الأمتيكات والتحفيات شو اللي بلشت تجمعها؟ يعني أول بدايتي بالسبح المسابح هاي القديمة الكهربل السندلوس النارقيل يعني عدة أنواع السباح جميع السباح موجودة عندي الحد الآن محتفظ بيهن أكو سباح عندي من الثمانينات محتفظ بيهن فبعدها اتطور الموضوع اتطور الموضوع تعرف أنت هذا المبالغ غيرات لفلوس قمت أبيعه وأشتري بهذه القضايا بس القطعة النادرة القديمة يعني ما موجودة بكل مكان أنا قمت أغتنمها يعني أظمها ففكرت بي أن شون أسوي هذا الشيء اختاريت المنطقة الشناشيل هجيت بالألفين واثنائش إلى أستاذ عبد الحق المظفر مدير القصر الثقافي طرحت عليه الموضوع والله أرحب بالموضوع هو وبعض الموظفين أرحبوا فبديت المتحف بالألفين واثنائش اجت قنواته هاي والله سجلته هاي فالمبادرة صارت حلوة من عندي ومن جميع الفلانين كيف لاقت صدى هذه المبادرة على الواقع الثقافي والحضاري في البصرة؟ هي شيء لازم يكمل شيء اختاريت منطقة الشناشيل لأن كل الوفود كل الأجانب كل الشخصيات يجيس على البصرة القديمة وعن شناشيل البصرة لأن شناشيل البصرة مبنية أكثر من 150 سنة اختاريت هذا المكان وصدى صار لهذا الشيء لأن هو المكان يعني التجمع البيوت الشناشيل بهذا المكان لأن كانوا يسكنون عوائل البصرة القدامة يعني أعيان البصرة القدامة من ضمنهم الشيء خزعال الكعبي السيد طالب النقيب بيت البسام بيت الذكير بيت الحنى الشيخ بيت السادة الموسوية بيت المزوع يعني عوائل البصرة الموجودة هنا نعم 2012 تم تأسيسه شون تم تأسيسه شون الفكرة التصميم شون إجاب والله أنا يعني بال 2012 سويت المعرض مالي بالقصر الثقافي بعدين أخذت هذا البيت هذا البيت يعني ملائم للبيوت القديمة وحبيت وخسارة مبالغ على هذا البيت بحيث يوصل لهذه الطريقة الأقسام اللي بهذا البيت شون سويت بهذا المتحف لأن أنا طالع خارج خارج العراق ومفتر وأتابع أتابع يعني عن التليفون عن يعني المتاحف والشغلات وهذه أبحث عنه وأشوف والتصميم أشوف شني القديم مثل 150 سنة شني كانوا يستخدمون أنا خليت كل شي بمكانه نفترينا بالأقسام شفنا قسم مايكرو ويف وسباح وطابعات وماكروفون وهذه التفاصيل القديمة أكو سباح أكو عفوا يعني قسم اللي هو اللي قاعدين به هذا الصور القديمة والملكية وما إلى ذلك أريد أن نتحدث عن الأقسام قسم قسم اللي اختاريتهم اختاريت هذا المكان هسه نحن الجالسين به جميع القهاوة العراقية القديمة بكل العراق يصير هذا التصميم يصير وجاغ يصير السماور الموجود والقواري والصور لو جاغ هو هذا ما للشاي يعني ما للفحم ما للفحم يصير من فوق به هذا بوجة يعني هذا فتحة بحيث تطلع الحرارة وجميع واختاريت هاي القنفات هاي نسميها كارويت قبل موت تخت أو كارويت باقي المحافظة يسمونه تخت فاختاريت شن التصميم سويت بهذا الشي مثل صندوق الثلج هذا صندوق الثلج قبل هذا موجود بالقهوة هذا يخلون بالماء يخلون الثلج والناس تشرب من عنده قبل الثلاجة قبل لا يصير هاي الثلاجة السماور موجود سماور أبو الفحم موجود سماور أبو النفط موجود سماور أبو الكهرباء هذا القديم هم موجود عندي خليت مال كل الأزمان الصور شخصيات البصر شخصيات العراق من ضمنهم الملك فيصل عبد الكريم قاسم ملك غازي يعني الحكومات العراقية الموجودين أحمد حسن البكر يعني الباقي هاي البدلة تاريخها بالخمسينات بزمن الجمهوري أول يعني بداية الجمهورية نعم جميتها من أشخاص يعني أنا عندي علاقات ببغداد بكل مكان بكل العراق لها شنو عندي صلب وياهم ونتبادل القطع أنا عندي قطعتين هو عندي قطعة ما موجودة أطيهي هو عندي قطعة ما موجودة عندي أن يطين إياها والشي تبادل عدنا يعني اهتمام بالتراث العراقي من ناحية الحكومة العراقية أو لا حل كانت هناك مساعدة من المعنيين بهذا الأمر كوزارة الثقافة محافظة البصرة وما إلى ذلك أو لا والله إن شاء الله هنا أكو مبادرات هواي بدأت من استييد المحافظة البصرة الشيخ سعدي العيداني سعدي العيداني يعني الرجل يعني قاعد يسعي لهذا الشي وقاعد يشجعني وإن شاء الله هو زيارة قريبة لهذا المكان وعدني بأن يجي بس المساعدة وطلب قال أي شيء تحتاجون احنا حاضرين لأن أنت قاعد تحيي تراث صالف لي عن الوفود الأجانب الخليج وكذلك العراقيين والله بالنسبة للوفود الأجانب خاصة بهالأيام هاي هاي أيام جميلة أيام نصر إن شاء الله الجمعة الأخوان إن شاء الله بهذا الشي والأجانب من أول يجون بهذا الوقت من الخمسينات يعني أنا موالي ستين يعني الأجانب من ذاك الوقت يجون هاي المنطقة لأنهم مذكور بتاريخهم موجودة عندهم يعني عمر يعني تعرف أنت الاحتلال العثماني الاحتلال البريطاني للعراق من ذاك الوقت هذا هذا فالشي شون رمز بالبصرة هذا منطقة الشناشين لأن القنصلية الروسية القنصلية الرومانية كما أعتقد هنا البيت الوالي يعني البنك البريطاني كله موجود بهذه المناطق العراقيين هم يحيون التراث مثل ما يحيون الأجانب والله هي تعرف أنت العراقيين مرت عليهم في الظروف الأجانب مو مثل العراقي الأجنبي ما مرت علي الظروف العراقية هس بهاي الأيام قاعد نشوف العراقي مهتم للتراث يعني أنا شوف أن قاعد يجون شباب يجون يعني عوائل يصورون هذا الشي لأن يريد يحيون التاريخ وريد يعرفون تاريخ مال بلاتهم شنو طيب أهدافك المستقبلية على مستوى تطوير هذا المتحف والله أنا بدي أشارك كل يطوني وأسوي إن شاء الله صورة جيدة يعني وأحب أي شخص عنده إمكانية وعنده هجبيت وعنده يسعي هذا المسعى أشجع كل إنسان وكل شخص عنده قطعة تراثية أنا ما أقل أفرط بيها ولا أقل أقل أحتفظ بيها لجيل الجاي من عائلته طيب اليوم نحن في يعني هذا البتحف هو مواجهة حضارية للبصرة هل تفكر في إنشاء متاحف أخرى على مستوى المحافظات العراقية والله يعني أنا السماعت بي السيد المحافظ قاعد يسعي لهذا الشي وأكو يمكن المحكمة القديمة هو هم يعني هو سعى بيها أو المتحف البصر الأثر يهم هو قاعد الرجال يعني ساعب هذا الشي وقاعد يساعدهم وإن شاء الله راح ينفتحن أكثر من هذا طيب هل استخدمت الاستثمار بهذا الشكل حتى يعود لك بعائدات والله أنا إجئت فكرة بالي وأكو يعني أنا الدخولية ما آخر دخولية ما تشنت آخر حبيت يعني قالوا بعد أنا تعرف إراد لحارس إراد لحمال الكهرباء وشارلات وهذا فبقيت بهذه المبادرة وسويت الأكلات الشعبية البسيطة لأن العالم تيجي مو بس على الأكل تيجي هم الزور المتحف بس يقلك أنا مثل ما أروح أتريق هناك هم أستمتع يعني حتى مو بس يدخلوا يطلع يستمتع بالوجبات العراقية البصراوية القديمة والجلسة مالتال الصباحية هي حلوة هنا أشكرك شكرا جزيل خليشوف يعني الشباب القطريين وكذلك عندنا مخرج عراقي أيضا حتى نتحدث عن المتحف بشكل كامل وعلى انطباعهم على هذا المتحف شكرا جزيل إليك شيخ سهلين شرفتوني والمكان مكانكم وإن شاء الله هاي مو أول مرة ولا آخر مرة إن شاء الله مكانكم إن شاء الله المشاهدين الكرام أسمرين إياكم في حلقتنا لهذا اليوم القويانة رحب بكم مشاهدين الكرام ورحب بالأستاذ خالد العجمي أحد المهتمين بالتراث القطري وكذلك العراق أهلا وسهلا بيك في العراق يهلا ومرحبا ويعطيكم العافية ومشكورين على كل شيء قاعد قدمونا خداية نحن نشوفك تجي للأماكن التراثية تصور الأماكن التراثية شنو الانطباع اللي أخذت على التراث العراقي أول شي شوف أنا صاحب متحف شخصي في قطر تقريبا تراثنا واحد وايد يعني تقريبا 90% من التراث متشابه بيننا وبينكم بس اللي قاعد أشوفه هنا أن القطع الأصلية اللي احنا قاعد نشوفه منها التقليد عندنا احنا مثلا في مزاداتنا أو في أسواق الأنتيك عندنا لا هنا كل حاجة أصلية وموجودة شو رأيك في متحف الحسون متحف الحسون أمس أنا من المطار بس رحت للفندق غيرت ملابسه وعلى طول جيت واليوم بعد جيته لأن الصراحة يعني متحف جدا ممتاز متحف يحتوي على العديد من القطع اللي تبرز التراث العراقي وتقدر تقول الخليجي لأن تراثنا متشابه ما هو يعني انطباعك حول الأشياء الموجودة شونا اللي شفت من قطع جذبت نظرك يعني يمكن القطع اللي جذبت نظري هي القطع الملكية العراقية من خزف من الأباريق ما للشاي يعني يعني القطع الملكية كيف يمكن أن نسوق تراثنا إلى العالم يعني العالم أجمع على اعتبار اليوم إحنا وقطر والخليج العربي تراث واحد امتداد لتراث عربي مميز ممكن تقول يبغي لشوية شغل في الإعلام يعني الإعلام هو اللي يظهر هالحاجة حق العالم كله أكو أفكار مستقبلية كصاحب محتوى شخصي أنت لي إبراز التراث العابي والقطري وكذلك العراق شوف هو لأن أنت تبغي تبرز التراث لازم تعرضه ما تحط مثلا في مكان وتسكر عليه الباب يعني كفاية سلموني على طول قطعة خزفية عمرها تقريبا 162 سنة قطعة هولندية عطوني إياها هدية هاي التبادل التعارف على هالتراث التواصل هو الشيء اللي يبرز التراث راح أدليك أو أعطيك أماكن متاحف موجودة في البصرة متاحف مهمة مثل متحف الحضاري متحف التاريخ الطبيعي بإمكانك أن تلقي ناظر عليهم لكن بعد أن نتحدث ويأخويا خلاني أجي بالنص خلي أقعد بالنصكم سلام عليكم عليكم سلام صبحك الله بالخير مساء كله بالخير مهلا وسهلا بكم الله يطول الله يسلم أول شيء شرف لنا إحنا كقطريين نحضر ونيجي أول شيء دورة خليج الـ 25 اللي صارت بالبصرة تفاجأت بكرمها بشعبها بطيبته باحترامها لنا باستقبالها الطيب لنا وهذا يدول على وجاهتهم على كرمهم على طيبتهم على استقبالهم أهل البصرة والعراق كلها نحن اليوم ما نحجي عن الرياضة نحجي عن التراث كيف شاهدتم التراث الشعبي في العراق والله شوف أنا ككوني أول مرة أزور البصرة العادة أزور البغداد لكن البصرة أول مرة تفاجأت أنه فعلا فيها تراث قديم جدا 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 وأشياء ما كنت أتوقع حالصراحة اللي موجودة في متحف حسون لذا أنا من المحبين التراث فجيت لأنهم في قطر سمعت أنه في متحف اسم حسون لذا جيت هنا على أساس أشوف اللقطع القديم اللي موجودة عنده شنو اللقطع اللي شفتها جذبة نظرك جذبة الاهتمام وشنو رأيك بالفكرة من الأساس فكرة جدا جيدة شو عامة أنا من صغري وأنا أحبها الشغلات القديمة أنا إنسان متزوج وعندي عيال قاعد أعلم عيالي إن هذا تراث أبهاتنا وجدودنا إذا أنا ما حافظت عليها وعلمت عيالي فيها هذه تندثر تنرمي فهذا لازم إحنا نعلمهم شنو عاشوا وشنو كانوا ويش صاروا شلون كانوا عيشون شلون كانوا ينامون شلون كانوا يأكلون شل الأشياء اللي كانوا يستخدمونها شل الأشياء اللي كانوا يحطونها في المنازل هذا تراث لازم نعلم فيها عيالنا وعيال عيالنا لو نلاحظ التراث العراقي يمتد إلى دمشق من بعدها إلى المملكة العربية السعودية إلى قطر إلى دول الخليج فهذا الامتداد اليوم حتى سوريا من ضمن العرب اللي موجودين هو امتداد لآلاف السنين لحتى ما قبل الإسلام صحيح هذا جدا مهم لإبرازة لنا مضبوط أنا إذا ما ظهر الأشياء هذه وحطها واحتفظ فيها مين يعرف هذا تاريخ جدودي أنا لازم أعلم فيها عيالنا والجيل القادم نعلمها فيها حتى في المدارس في الجامعات يزورون يعني أنا من الأشياء اللي دايما أصر أن يا جماعة الخير الأطفال الأولاد الكبار اللي بالثنوية اللي بالجامعة هذين الناس لازم إحنا ناخدهم نوديهم المتاحف مثل هذه على أساس لازم ما تنسي هالأشياء هذه الله يطول عمرك الله يخليك وأشكركم أنتو على كرمكم واستقبالكم الجميل لنحنا شكرا جزيلا شكرا سيدي وأنتم مشاهدين الكرام وستمرنا إياكم في حلقتنا لهذا اليوم القيانة رحب بكم مشاهدين الكرام ورحب بالأستاذ فائز أحد كتاب السيناريا والمخرجين في محافظة البصرة المهمين مرحب بك استاذ فائز مرحبا كلها لبكم وإن شاء الله قناة اليوم منورة باليوم بالبصرة بداية نتحدث عن التراث يعني البصراوي تراث البصرة هذا التراث المميز لو نتحدث بشكل عام عن تراث البصرة استاذ البصرة مصرت سنة 17 للهجرة وتعتبر يعني من المدن الإسلامية الأوائل يعني بعد مكة بعد يعني من الحواضر من الحواضر بالهجرة 17 هجرة مصرت ومكانها مهنة بموقع البصرة الحالي هي موقعها قرب الزبير وما زالت آثار مدينة البصرة القديمة موجودة ونواتها مسجدها اسمه مسجد مسجد البصرة يعتبر سنة المجد بالإسلام بعدها مسجد قباءة بمكة يعني هذا المجد البصرة يعتبر حتى من حيث الأهمية يسبق الجامعة الأموية في سوريا من حيث الأهمية ومن حيث السعو ومن حيث التأثير فيه مدارس اللغة والنحو وعلم الكلام والفلسفة من هنا ولد المعتزلة وولد إخوان الصفا يعني كل حركات الفلسفية ظهرت من البصرة أو جهة البصرة صعب أن نتناولها حتى في سلاسل من البرامج التلفزيونية فيها عماق كبيرة تنوع بيئي بالبصرة هناك صحراء مترامية على جهة المملكة العربية السعودية هناك أراضي خصبة على جهة أبو الخصيب وشط العرب هناك أهوار على جهة شمال البصرة تنوع غريب إضافة كمن البصرة مدينة موانئية فتدخلها كل بواخر الدنيا من كل القرارة التي ستأتي إلى البصرة وبالتالي تأتي هذه البواخر محملة بالثقافة وبالتالي يصير نوع الحراك الثقافي المستمر في البصرة فالبصرة ما بها غريب يعني بصرة مو معاكس المدن المغلقة اللي بين هذا غلاء على طول في البصرة هناك سائحين من جد تانحال بل حتى طيور الدنيا تأتي إلى مكة مضافات إلى أهوار البصرة اليوم نحن نحن الآن في نظران منطقة نظران أبو اللي تحدث اليوم عن هذه المنطقة وكذلك عن متحف الحسون واحد من أهم المتاحف التي يرتادها جميع الوافدين خصوصا الخليج وكذلك البصراويون وأيضا المحافظات العراقية أكثر من بصري استثمر دور التراثية شناشيل استثمرها كمتحف أكثر من واحد في شخص أيضا في شطل عرب أيضا استاذ أيضا حول بيته إلى متحف مكتظ يعني بالأشياء القديمة وباللغة القديمة وهذا المكان أيضا حول صاحبه حول إلى متحف ومطعم ومكان ريسترانت يعني صار إلى الزوار وبالتالي يوم خريجي سبعة وخمسة وعشرين صار التقى فيه كل المثقفين والساحين عراقيين وأجانب يعني البصرة ما تجدونه في هذا المكان هو تجدونه في البصرة البصرة تاريخ كبير يعني في هذا الشارع المحاذي إلى هذا المتحف كان أيام زمان الملك فيصل عندما يأتي هنا موكبه كان تفرس سجادة حمراء على طول الشارع كان هناك سجادة حمراء ويدخل موكب الملك وهذه البيوت الكبيرة هي يوم ما كانت بيوت الطبقة الأرستقراطية في البصرة يعني كانت البصرة أو المجتمع البصري بطبقات الأرستقراطية وطبقة برجوازية يعني تعرفون طبيعة المجتمع العراقي قبل أكثر من خمسين سنة هناك رائحة بالبصرة هذه الشناشيل يعني أو هذا النهر الآن المجاور إلى هذا المتحف فيه جسور صغيرة تصل إلى البيوت وهذه ظاهرة جديدة ما موجودة في كل مدن العالم لذلك سميت البصرة بفينيسيا الشرق متش أسوة بفينيسيا بالمدينة الإيطالية أيضا تشبهها اليوم يوجد حراك بعمل إيجاد أبديت وعمل تحويل تحديث هذه المدن بواسطة منظمة اليونيسكو لقدمها ويتعتبر أي موروث بشري إنساني يعتبر موروث عالمي متحف الحسون نتحدث عن الديب داخله بشكل سريع متحف الحسون قبل سنوات حول صاحبه بمبادرة شخصية منه حول هذا المكان ليس إلى متحف فقط وإنما إلى متحف وإلى مزار وأوجد حول بعض غرفه وصالاته حوله إلى مطاعم بما يتلاءم مع الطبيعة العربية ولذلك اليوم العائلات بإمكانها أن تستريح بهذه الغرف وهذه المناخات يعني وبالتالي اليوم العائلة هناك غرف وكل غرفة لها خصائصها وبالتالي نحن يستمتع الزائرون من سائحين عرب وعراقيين يستمتحون في أن يجدون بدلاً من أن تبحث في بقية البيوت أوجد صاحب هذا الدار جميع ما يمكن تبحث عنه بالخارج في الداخل شكراً جزيلاً من داخل متحف الحسون وصنوا ياكم مشاهدين الأكارم إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى حتى ذلك الحين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر